ملف الحرب على غزة ورقة مؤثرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتسعى كمال هاريس الملتحق حديثا بالصباق نحو البيت الأبيض لكسبها بالنسبة لهاريس الرهان سيكون على ولاية ميشيغن التي تعد واحدة من أكبر تجمعات السكان المسلمين والعرب الأمريكيين في البلاد وكان للولاية دور في فوز بايدن بانتخابات عام 2020 حيث جاء التصويت ردا على حذر الرئيس السابق دونالد ترامب السفر من بلدان مسلمة ودعمه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة تعهدت بإنجاز وقف إطلاق النار وضمان حصول الفلسطينيين على حقهم في الكرامة والأمن والحرية وحق تقرير المصير ورغم أنها لم تقدم أي وعود صلبة إلا أن القادة أفادوا بأنها أثارت إعجابهم عبر إظهار تعاطفها مع القضية الفلسطينية وخلال حملة هاريس ساد غضب في أوساط المندوبين المؤيدين للفلسطينيين إثر رفض طلب إدراج ممثلين عنهم على قائمة المتحدثين وإثر ذلك قررت مجموعة نساء مسلمات من أجل هاريس وويلس في إشارة إلى المرشح لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الديمقراطي تيم ويلس قررت سحب دعمها للحملة لكن المهمة صعبة لكسب ودي الأمريكيين العرب والمسلمين في ولاية ميشيغن المتأرجح انتخابيا والتي تعد أيضا بؤرة الغضب الأمريكي العربي المتنامي ضد الحزب الديمقراطي جراء سياساته المؤيدة لإسرائيل ويبلغ عدد العرب الأمريكيين الذين يصوتون في هذه الولاية حوالي ثلاثمائة وعشرة ألف وبالتالي يمكن لأصوات العرب والمسلمين هناك أن تصبح حاسمة في الانتخابات ووفقا للمعهد العربي الأمريكي فإن ربع الأمريكيين العربي فقط وعددهم ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف نسمة مسلمون والغالبية العظمى منهم مسيحيون وتطرح تساؤلات حول قدرة هاريس على النجاح في تغيير موقف الغضب لصالحها في مواجهة منافسها ترامب الذي يسعى لترجيح الكفة لصالحه هذه المرة بتعيين رجل الأعمال من أصول لبنانية مسعد بولس بإقناع عرب أمريكا والمسلمين بدعمه خلال انتخابات الرئاسة في نوامبر المقبل